موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقت الدوافير من تقديمي أنا فاطمان جاوي إذا كانت المرة هذه المرة تشوفوني فيها فلا تنسوا تقضوا الزر الأحمر زر الاشتراك وزل التنبيهات لأني بنتزل حلقة كل أسبوع إيوه كل أسبوع بنتزل حلقة زي ما وعدتكم في الحلقة اللي فاتت الحلقة دي إن شاء الله راح أكمر الخطوات النفسية الصحية الروتينية للناس اللي راح يتخرجوا إن شاء الله ويرجعوا على بردهم بالسلام يلا نبدأ روتينيا إذا كان عندكم روتين محدد من الآن أبدأ ودوروا عن هذه البدائل مثلا إذا إنتم من الناس اللي تصحوا الساعة 4 على الفجر عشان تروحوا للجيم دوروا في المنطقة اللي راح تسكنوا فيها وتستطروا فيها عن جيم يفتح مرة بدري كده أو إنكم تكون مستعدين إنكم تغيروا الروتين حق الجيم ولا شيء هذي إذا مثلا عندكم نوع قهوة محدد وما تقول فلد الاقتعاث فمن دحقين دوروا لكم على بدائل ولا تشوفوا واحد يوصلوا لكم القهوة هادي أنا صراحة إلا المزاج عندي يعني القهوة المزاج يعني أهم الحاجة في الحياة والشيء أيضا هذا ينطبق على الخدمات اللي تحتاجوها يعني إذا تبغوا نت سريع إذا انتم من الناس اللي تصووا فيديوهات يوتيوب وتحملوا يوتيوبات أو فيديوهات يعني أنا من الدحين تلقى على أدوكم في الكلام يعني يرديكم يعني أنا أطلع أقاعد ببكر بس عشان نامع في نت يعني والله ما ما تصووا صحيا جمعوا كل التقارير الطبية لأي دكتور قدروا حتولوا في بلد الابتعاث زي مثلا أشعة تحاليل أي حاجة وخصوصا الأسنان 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 ضروري تعطوهم خبر عشان يرسلو لكم هي سواء على البريد أو على الإيميل والناس اللي عندهم أمراض مزمنات زي كمان عندكم الوصفات الطبية وما إلى ذلك نفسيا شوفوا هذه من أصعب الخطوات إلا ممكن راح تتعاملوا معها بس خلوا قلبكم قوي كده بؤسة الحركات العوائل إلا ما عندهم سكن من الآن يدوروا سكن أو يوصوا أحد يدوروا على سكن لأنه بمجرد ما إنكم تلاقوا سكن راح ترتاحوا نفسيا حتحسوا بالاستقرار وتبدأ وتنشغلوا مع الأثاث والعافش وكده يعني العزابية يكلموا هلهم من دحين ألو سلام عليكم ما نعرف والله إنه وغرفنا كده مقبلينها للضيوف ولا للأخوان ولا اللي بزارين الأخوان ألو أيوة مين معي؟ ألو أيوة مين معي؟ إندي هلهم مكابات بسرعة حب هذا لو لناقي سرير جديد، عفش جديد، طراحة جديدة، واللزي منه يعني كده تخيلون إحنا الممتعاتين المتخدجين جايين كده عرسان نعم يا أختي أهم الشيء أبغاكم تأخذوا من حلقة اليوم والحلقة اللي فاتت إنكم من الآن تهيئوا نفسكم نفسيا بنفسكم يعني تجلسوا مع نفسكم وتتوقعوا كل الأشياء اللي ممكن راح تصر لكم البيئة الجديدة، الناس اللي من زمان عندهم، الكالشر شوك، جماعات الحريم واحد واثنين المهم إذا عندكم روتين وحدد عالي تجلسوا مع أهاليكم والله ترى أنا عندي روتين الفلاني أنا أخذ قيلولة الساعة الفلانية فلاحد يدخل علي ويسكر المكيف ومن هذا الكلام يعني ترضى أحد يقفر عليك المكيف وانت نايم أنا أجلس مع نفسي في الوقت الفلاني أحتاج شوية وقت ضروري والله هذه الأشياء لأنه إنتوا حتي تغير فلاش اوكي إلى هنا ونكون صوت معاكم لنهاية الحلقة الأذكية يروح يشوفوا الحلقة اللي قبلها والحلقة هادي وما يستنوا ألان قبل التخرج في أسبوع ويطبقوا الخطوات لأنه بشيركم من دحل راح تتورطوا أم الورطة مين اللي كتب معايا ومين اللي ما كتب؟ الكسراني اللي ما كتبوا راح تطلقوا في تحت في صندوق الوصف ملف في دي اف بالأشياء إلا ضروري تسووها قبل التخرج بشهرين إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا سووا لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا الحلقة هادي مع الناس إلا راح يتخرجوا وعشان والله يمكن ادعولكم عشان راح يتورطوا أشوفكم الحلقة الجاية سلام زمان الصمت يا عمر الحزر والشكوى يا خطوة ما غدا الدبوة على الخطوة على هم السرين وتراحل اشتركوا في القناة